السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لاحظوا معي ان الخبز يجي تبارك الله نفش فش يجي بحل سفنج من الداخل وكيجي رطب وشيش ان شاء الله ما غنبخل عليكم بالتشي ناصحة عير تبعوا معي الفيديو وكنتمنى لكم فرجة ممتعة نبدو على بركة الله هناي بالنسبة المكونات عندي واحد زلافة ديال دقيق القمح الكامل غربلتو ولكن حيتمنو عير ديك النخالة الغليضة وخليت فيه رقيقة عير مع الإضاءة كيبان بيض هناك زلافة ديالة الفينو او سبيسيال وزلافة ديالة الفورس وعندي الخميرة عندي الملحة وعندي معلقة ديالة الزيت وواحد معلقة ديالة العسل كتبقى اختيارية كيفاش نبغي نعجل كيفاش ندير ضروري فالبول شوية ديال لما هناك كيفما كتلاحظوا معي درت زلافة الاولى ديال دقيق القمح الكامل والفينو ودابا زلافة ديالة الفورس او الدقيق الابيض سوف هنا غدينضيف هذا الرباعي هو الصراحة باش نعجل وبالنسبة له ندير الخميرة كيفما كتلاحظوا معي معلقة كبيرة ديالة الخميرة سوف نضيف لها العسل لا بغيتوا تعاوضوا العسل عاوضوا بسكر ساندة لا بغيتوا ما تديروهمش لا تديروهمش ماشي مشكل اخويته موحد شوية ديال ما باش يعني تفاعلي شوية ديالة الخميرة ودرت الملحة في الجن بالاخر ونضيف المعلقة ديالة الزيت هي ديالة المعلقة الزيت هي تخلي الخبز وخي بقى مدة طويلة يعني كيبقى رطب ومن هي كتصخلي كيرجع لديك التراوية ديالتو هديك المعلقة ديالة الزيت مهمة ديروها زيت بلدية ولا زيت نباتية اللي بغيتوا لما توفرت ش ديرو معلقة الزبدة هنا يلاحظوا معي هنا عجنت في العجانة لاحظوا معي هنا كنتدلك يعني راه هنا بديت كنعجل وكن نضيف الماء شوية بشوية وكن خلات تدلك مزيان والصارحة العجينة لبنات سأعطيكم السر ديالها كتبغيت تعجن وهي خفيفة لاحظوا معي هانتو مغتشوفوا يعني تعجنات ودلكات وهي خفيفة ما كتقصحش نهائيا حتى كنحصر على هاد النتيجة هادي انا ما كنخلاش مدة طويلة كتدلك يعني تقريبا 1-5 والاستسة ديال البقائق ما كنوصلاش لعشرة ديال البقائق صفي حتى كتدلك مزيان بحلي كنخففها بالماء كنخففها في الاول في العجانة واللي كتغادين عجين بإيدي كنخففها عادة كمدندلكها باش كتجيني هكذا رطبة والعجينة كتجيب حل ديال تسفنش لبنات اللي بغيتو الخبز دي ينجح معاكم ويجيكم مرتب من الداخل والبضعة ديالتو يعني تجي رطبة والشيشة ضروري العجينة تكون خفيفة شوفوا معايا انا هنا كتشوفوا التكستيوه ديال العجينة يعني راها خفيفة تبارك الله يعني راها في حل تقريبا راها شغل نقول لكم ما قاسحاش يعني مش تيك اللي كتكون قاسحة بززف صفي هنا غادي نقصم العجينة ديالي هنيا حاولت نقصمها على 12 قطعة انتوما بالنسبة للعبار ممكن لبغيتو يجيكم قد قد عبروا بالميزان ديروما بين 120-130 في الواحدة باش كيجي القيس ديالهم لبغيتوهم حجم صغير كيف ما غادي نديروما انا باش كيجي القيس ديال باش كيخرجوا لي هاد العدد هادا لاحظوا معايا انا هنا بالنسبة للتكوار ديالهم هاد العجينة اللي كتكون خفيفة كنكورها بوحد طريقة لاحظوا معايا انا فرخامة مل هي شوفوا كيفاش كنديرو حد يعني كنحاول كننكور عرب الأصابع ديالي عادة كنحطها في السميدة هادي السميدة ديالك الحرشة او ديال البغير هي باش كن يعني كنكورهم انتوما لاحظوا معايا معايا اليوم نا ما بانش لكم مزيان ولكن غادي نخدم با يعني باليد اليوسرى باش تباليكم اشنو كندير في قبل ما نحطهم فوق السميدة كنحاول كن يعني كنكورهم باليد يعني كنكورهم باش يعني كتقرب تكمل يتولي كويرا عادة كنحطها فوق السميدة باش ما تدخوش يديك السميدة لداخل وتجيني حرشة من الداخل لاحظوا معايا انا هني طولت في هاد المرحلة باش تشوفوا اللي عجينة واخد تكون خفيفة را كنتغلبوا عليها ما تخلعناش الى خلالتكم العجينة الخبز ما غاديش يصدق معاكم العجينة تكون خفيفة باش الخبز يجيكم بحل سفنش يعني شوفوا معايا هنا كنخدم بليد اليوسرى شوفوا كيفاش كنكور هذيك الكويرا عادة كنحطها ف السميدة وكنكمل جميع ديالها راه سالة لبنت انا هالطريقة كنورى لبنت اللي مبتدئات وما كيصدقش ليهم الخبز حاولت جميع هكذا العجينة بلا سميدة بلا والو عادة نحطوها فق السميدة ونكملوا التقوار ديالنا حتى نكملوا الكمية كاملة لاحظوا معايا هنا هذ القياس اللي درت معاكم را كنقسموا على اطنا شو كيجوني قد قد هنا نبعد مساريتهم غطيتهم وخليتهم واحد تقريبا امام بواحد خمسة دقائق ممكن تبدو بالأولى وبلما تخليوهم سوف نخدم بهذه الطاوة ديالة الفرن الكهربائي سوف ندير فيها هذ القياس الصراحة هذ القياس الربعة كنتك نفضل كوندرتهم مزع ماكنا صغار شي شوية باش تهزليسته ولكن ماشي مشكلة ان شاء الله هذيك الطاوة ديالة الفرن ديال الغاز هذ القياس 8 هي هذيك يعني 12 خبيزة هنا يا لاحظوا معايا كيتقرسوا بسهولة وما كيغلبوناش وخل عجينة بنت لكم خفيفة وعجنتها خفيفة يجنوها بالماء لا يكون سخون انا هذي النصائح كله اعطاكم لكم باش ينجح معاكم الخبز وماشي تضربوا تمارا وفي الاخير اخرج لكم الخبز مدقص ولا يخرج يعني قاسح ولا يخرج لكم فيه البضعة جهة رقيقة وجهة غليدة دروري بغيتوا البضعة جيكم متساوية في الخبز حاولوا تخفوه يعني يكون الخبز خفيف شوفوا تبارك الله كنقرسوا يعني شوفوا عرق نحطى عليه ايدي ديالي انا هذي العجينة كندير رحتف البطبوط البطبوط توقي يبغي يكون خفيف لاحظوا معايا هنا كملت غراس سوف نغطيهم انا هنا بانكلي العجينة يعني خامرة تبارك الله ما دخلتهمش للفران مولفك ندفي الفران عادة كنديرهم فيه هنا يخليتهم عير على جانب حتي تنفق طبلة والحال سخون أصلا يعني الصاد خليتهم فوق طبلة سوف يتخمروا تبارك الله شوفوا يعني القياس ديالهم سوف هنا بالنسبة لي انا كندير فيهم هاد زواق هادي ببرازوار سوف نرشهم هكدا بالرشاشة ديالت الماء هاد الرشاشة هادية باش كتخليهم يجوا ورطبين من فوق القشرة ديالتهم متش قاصحة وهذه نية طريقة حيث انا الصراحة هادية كبقى اختيارية انا فضلت انا لنديرهم بزرارع هاد حيت كانوا متوفرين عندي وشفتهم عندي ما كنستعملهم مش بزاف درت زرع الكتان والقغان دوببافو عندي واحد شوية ديال كيمشي لي اسمية ديال تكلمي اللي حتى نقول علي كنت بمشات ديال الشوفان كنت مشي لي اسمية دياله صافي هناي كنحاول مني كندير الزرارع كنعود تاني رشون بديك رشاشة لما توفرت عندكم رشاشة ديروا واحد الشيطة ديالت الماء ديروا في واحد الزلافة ديالت الماء ورشو الخبيزة ديالكم باش يجيكم مرتبين من الفوق انا عاري حين توفرت عندي رشاشة صافي هناك كندير هاد طاوه دي فضلت انا اللي ندير فيها الزرارع صراحة عارت شهيتهم وهنايا صافي كنتمشي على الفران قبل باش يسخون داروري شعلوا يكون سخون هنا هاد فرن ديال الغاز انا غنوريكم ديال الغاز او الغاز راح دو معي راها مشاعلها قبل مني بديت كندير زرارع وكنزينهم وشرطتهم بديك رازوار راني كنتمشي على الفران باش يسخون صافي بالنسبة الفرن درتهم في الطبقة التحتانية البنت التحت بالنسبة الفران انا عندي ديال غولد ماتيك الله يعمرها دار انا عندي دبا خمس سنين وباقي من دك الشرفيح زي ما ما غاديش نشكره لكم زي ما الله يعمرها سلحة كي طيب زوين الخبز اي حاجة كي طيبها زوينة صافي هنا كندير الخبز في الطابق السفلي اه النار قريب الخبز باش يتحمر باش ميكرمش لنا ومبعد ما كي طيب كنطلعوا الفوق وكنشعل عليه الفوق توقري بالفوق هنا تاني هنا هادي الخبز اللي غادي ندير في الفرن ديال الكهرباء بالنسبة لي انا كنشرط بالرازوار اللي بنات هادي اختياري اللي ما كيبغيش يشرط الخبز يدير فوق شهت حين تكيجوني واحد تساؤلات كيقولك علاش كتدبحي الخبز بالرازوار وراه فاش كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ومواكن اللي ماضي يعني را ماشي كندبح انا شي واحد اللي غادي نقتله يعني هذا الخبز كنشرطه ادي كتبقى اختياري اللي جاتوا متشرط ديال الخبز برازوار شي حاجة خايبة يدير فوق شهت ويخرج من باب واسع هنا يلاحظوا معايا كنحطو الخبز في الطبقة التحتانية في الفرن ديال الكهرباء في الاسفل وهنا يرى الفرن سخون خاص يكون سخون مزيان صفوه من بعد ما كنحسو بيت حمر وكيتنفخ كنطلعو الفوق صفوه كيكمل طياب دياله هنا معلق اضاءة مجادة خبز راه محمر من الفق كيبان هنا بحلي شوية بيض ولكن راه طايب صفوه هادوك الربعة طيبة من الفرن ديال الكهرباء كيف مقتلكم الفران يكون سخون ونحطوه في الاسفل ومن بعد ما يبالو لنا يعني طاب من الاسفل وتنفخ نهز نطلعو الفوق صفوه نشعلو من الفق ونخليو يكمل طياب دياله بطريقة سهلة كيف مفرن ديال الغاز الخبز البنات باش يجيكم زوين ويطيب بسرعة كيبغي يكون قريب النار ما كيبغيش يكون بعيد على لا ماشي كيكا هادا إلا كان بعيد على النار غدي يجيكم قاسح وغدي يجيكم دقص وديك القشرة ديالتو من الفوق غادي تكرم يعني حاولو تقربوه النار والفرن يكون سخون على أقصى درجة صفوه هنا يا البنات هادو الخبز هادو ربعات الخبز الطيبة وفرن ديال الكهرباء وبالنسبة للفرن ديال الغاز ويجي الخبز ولكن سر ديال الخبز هو يكون خفيف في الأول يعني فش تعجنوه يكون خفيف كيجي مفش فش وكيجي البضعة يعني متساوية وكيجي تبارك الله هشيش انا هادو ديالتو يوم الزرارة غادي نخليم هكدر الفطور وللقوتي وهذا الاخر غادي نخليه يعني تكلبيه المرقة صفوه البنات كنتمنى نكون فتكم جميع النصائح اي سؤال يعني نحاو انسيتها خليوها ليه في التعاليق وغادي نجاوبكم عليها وديروا الخبز بهالطريقة ويكون خفيف والعجينة ديالتو تكون خفيفة وان شاء الله ما يكون عير الخير ويجيكم الخبز زوين من دكش اللي كاتشهاو فانتمنى ان شاء الله تكونوا استفتتم الفيديو وانتلقوا في فيديو جديد ان شاء الله موسيقى